عن الحديث أكثر عن نادي الهلال ينضم لي من الرياضة الصحفي الرياضي أحمد العجلان أبو مشاري مساء الخير أهلا والله مساء الخير حازم لك وكافة المشاهدين الكرام أهلا والله ممكن تكون هذه المرة الأولى من سنوات طويلة ماضية تكون الصورة في الهلال غير واضح شف عشان أكون معك صادق وواضح وصريح جدا ربما تكون إدارة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل إدارة أبدعت في تحقيق البطولات وفي المجالات الاستثمارية حققت فيها نجاح مخيف اليوم أمس كتبت تغريدة قلت صندوق الاستثمارات العامة سيجد أرض خصبة للعمل في الهلال وبفارق كبير جدا عن بقية الأندية المقدمة هذه أشت في العمل من ناحية البطولات ومن ناحية الاستثمار لكن الناحية الإعلامية في الهلال سيئة للغاية الصحفيين لا يجدون إجابات لكثير من الأشياء التي تحدث في النادي النادي الوضع فيه ضبابي والإدارة موجودة متكتمين صندوق أسود لا يتكلمون عن شيء أحيانا الصمت ليس في كل الأوقات حكمة ففي أوقات نحن شاهدنا أندية تظهر إعلاميا وتدافع عن حقوقها وتستطيع من خلال الضغط الإعلامي أنا ما أقول تؤثر يعني إن شاء الله اللجام ما تتأثر ولكن أيضا الرأي العام في النهاية له قيمة وله قيمة كبيرة جدا فأنا أقول لك الضبابية والرؤية الإعلامية في الهلال والإدارة موجودة فما بالك الآن في مرحلة انتقالية مين موجود من الإدارة يا ممشاري بما أنك تروح النادي دائما مين موجود من الإدارة مين يقود دفة الفريق في هذه الفترة مع أنه فيه آلية جديدة نعم شوف أصلا أنا ما أروح للنادي يمكن أكثر نادي يروح لنادي الشباب على اعتبار الشباب أكثر انفتاح من الأندية الأخرى ولكن بما أننا نتكلم عن الهلال الهلال أصلا ممنوع حضور الصحفيين للنادي ممنوع حضور الجمهور للنادي بس عندك معلوماتك يا ممشاري تعرف مين يداوم ومين ما يداوم أصلا من الإدارة شوف أنا أقول لك على شغلة هذا يعتبر تحدي بالنسبة لنا كإعلاميين المكان الغامض المكان كذا أنت تحب أنك تتحدى وتقتحمى وتعرف وشيء اللي صاير فيه الأيام هذه الهلال خالي يعني أنا أقولها لك من معلومة الهلال الأيام هذه ربما تكون أكثر أيام الهلال يعاني فيها من فراغ يمكن من سنوات طويلة ما يمر على الهلال مثل الأيام هذه النادي حسب معلوماتي ما في أحد يعني يمكن اثنين ثلاثة من الإدارة وهم إدارات يعني ناس في الأمور التشغيلية أو شغلات زي كذا ما في صناع قرار مش موجودين ولكن أنا الآن بجيك في الشيء المهم معلوماتي اللي وصلتني يعني أنت لك تقدير كبير أستاذ حازم وقناة مبي سي يعني من اتفقنا أن نطلع يعني لازم أني أبحث عن معلومات حتى أني أظهر بشيء مفيد لك وللبرنامج المعلومات تقول أن الأستاذ فهد بن سعد بن نافل مستمر في دارة الهلال للموسم القادم وبترشيح من الأمير الوليد بن طلال اللي يملك معظم أصوات الجمعية العمومية والمعلومات أيضا تؤكد بأن الأستاذ فهد بن سعد بن نافل اللي ربما يحضر اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول هو لم يتجه مباشرة إلى إسطنبول بل ذهب إلى فرنسا وتحديدا إلى باريس ربما لعقد اجتماعات تتعلق بمستقبل الهلال مع لاعبين أو مدربين وبالتالي من اليومين هذه بدأ العمل بشكل فعلي على أن فهد بن نافل هو الرئيس القادم للهلال يعني بعد نهاية فترة إدارتها السابقة وبالتالي بدأ يعمل على المفات بتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة الرياضة أو صندوق الستمارات العامة وفق المعلومات التي عندي وفق المصادر الخاصة جميل أبو مشاي